رسالة الرسول بولوس إلى فيليمون من بولوس السجين لأجل المسيح يسوع ومن تمثاوس الأخ إلى فيليمون الحبيب شريكنا في العمل وإلى أبفي الأخت وأرخبس رفيقنا في التجند وإلى الكنيسة التي في بيتك لتكن لكم النعمة والسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح إني أشكر إلهي إذ أذكرك دائما في صلواتي وقد سمعت بما لك من محبة وأمانة من نحو الرب يسوع ومن نحو جميع القدسين طالبا أن يكون اشتراكك معنا في الإيمان فعالا فتدرك إلى التمام ما فينا من كل صلاح لأجل المسيح فقد كان لي أيها الأخ سرور عظيم وتشجيع بفضل محبتك لأن عواطف القدسين قد انتعشت بفضلك لذلك فمع أن لي كامل الحق في المسيح أن آمرك بالواجب إلا أني إكراما للمحبة اخترت أن أقدم إليك التماسا بصفتي بولوس العجوز والسجين حاليا لأجل المسيح يسوع فألتمس منك لأجل ولدي الذي ولدته وأنا مكبل بالقيود أونيسيموس الذي كان في الماضي غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي فإياه أرد إليك فاقبله كأنه فلذة من كبدي وكنت راغبا في الاحتفاظ به لنفسي لكي يخدمني نيابة عنك في قيود الإنجيل ولكني لم أرد أن أفعل شيئا من دون رأيك ليكون معروفك لا كأنه عن اضطرار بل عن اختيار فربما لهذا السبب قد أبعد إلى حين كي تمتلكه إلى الأبد لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا حبيبا إلي بخاصة فكم بالأحرى إليك في الجسد وفي الرب معا فإن كنت تعتبرني شريكك فاقبله كأنه أنا وإن كان قد أساء إليك في شيء أو كان مديونا لك بشيء فاحسب ذلك دينا علي وها أنا بورس قد كتبت هذا بخط يدي أنا أوفي ولست أذكرك هنا أنك مديون لي بنفسك أيضا نعم أيها الأخ أطلب منك أن تنفعني في الرب بهذا المعروف أنعش حواطفي في المسيح لما كنت واثقا بإطاعتك كتبت هذه الرسالة إليك عالما أنك ستفعل أيضا فوق ما أطلب وفضلا عن هذا أعد لي عندك مكانا للإقامة لأني أرجو أن أوهب لكم إجابة لصلواتكم يسلم عليك أبا فراس رفيق السجني في المسيح يسوع وكذلك مرقص وأرسترخص وديماس ولوقا زملائي في العمل ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم شكرا شكرا